عاد رئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما للبيت الأبيض الثلاثاء لأول مرة منذ غادره عام 2017 بغية الترويج لمزايا قانون أوباما كير للرعاية الصحية ووصل أوباما إلى القاعة الشرفية وسط تهليل قوي من حجد من أعضاء الكونغرس وموظفي الإدارة الذين تجمعوا لاستقباله مبديا ملاحظات على التغييرات التي طرأت على البيت الأبيض وأشر أوباما مازحا إلى بايدن بأنه نائب الرئيس قبل أن يتدارك تلقيه تحية من بايدن مشيدا بقانون الرعاية الصحية الذي وصف إقراره بأنه ذروة الفترة التي قضاها في المنصب